في بطولات كبار أفريقيا لم ينجح أحد إلا النادي الأهلي كالعادة ممثل وحيد للكرة المصرية في بطولات أفريقيا بعد نجاحه في تجاوز عقبة الرجاء البيضاوي والفوز في مجموع مبارتي المواجهة زهابا وقيابا بنتيجة 2-0 بمرة تانية ببارك لكل أهلوية وبإذن الله إن شاء الله الطريق بإذن الله مفتوح للتتويج باللقب 11 عندنا في ناحية سان دامس في مواجهة الوداد واحد منهم هيخرج التاني وعندنا إحنا حتى اللحظة إلى أن يجد جديد يعني إحنا في مواجهة التراجي بإذن الله مباراة الزهاب في تونس ثم مباراة العودة في القاهرة 12-19 على التوالي خلونا نرحب بنجمنا كابتن خالد جدالة وإن باركله وإن شاء الله يعني بعد فوزنا طبعا على الرجاء وإن شاء الله مقدما كمان قبل مباراة السوبر كده بإذن الله إن شاء الله يكون لقب جديد يضاف لخزائن ودولاب بطولات النادي الأهلي كابتن خالد مساء الخير مبروك تجاوز عقبة الرجاء خطوة مهمة جدا في مشوار البطولة وفريق الحقيقة محترم جدا واحد من الفرق اللي كانت مرشحة لتحييل لك الله يبارك فيك يا أحمد وتحياتي ليك طبعا ومبروك لجمهاري النادي الأهلي ومجل صدار النادي الأهلي على رأسه طبعا للكابتن محمود الخطيب يديرنا ولعابتنا والجهاز الفني طبعا مبروك والجهاز الإداري وكل الطائم اللي بيشتغل يديرنا أن احنا نكسب الرجاء في مجموعة مبارتين ماتشين كانوا صعبين جدا لعبا ونتيجة يا كابتن خالد الماتش الأولاني لعبا ونتيجة الماتش الثاني نتيجة لأن برضو الشطارة في المباراة في الأدوار الإقصائية دي زي تتعامل مع كل مباراة على حدة فاحنا تتعاملنا مع المباراة الثانية بالشكل الأمثل جيم دفاعي على أعلى مستوى ولكن كان فيه هناك بعض قصور في النواحي الهجومية ولكن ده مقبول على حسب الجو اللي كان موجود من حيث الجماهير الكبيرة اللي كانت موجودة وحماس فريق الرجاء ولكن جيم دفاعي النادي الأهلي والعابت النادي الأهلي عملوه بشكل يدرس يدرس فعلا وبإذن الله نأمل في الفترات اللي جاية نكملها بالنواحي السنة النواحي الهجومية عن طريق الهجمات المرتد ولكن في مجموعة المباراتين النادي الأهلي أدى أداء هايل بشكل كويس جدا الهدف من المباراتين أنت تعدي هذا الدور وده اللي حصل المباراة الأولى تسايدناها لعبا ونتيجة أداء ونتيجة كل حاجة خبرة وشخصية لعيبة النادي الأهلي كان ليهم الفضل الكبير جدا مع جمهور النادي الأهلي اللي حضر في استاد القاهرة في المباراة الأولى كان ليهم الفضل الكبير جدا أننا نعدي هذا الدور أصوات كتير جدا أصوات كتير جدا كانت بتقول أن الأهلي بعيد عن التأهل حتى وتجاوز مرحلة دول المجموعات وأصوات كتير جدا قالت أن الأهلي مش مراشع السنة دي للمنافسة على لقب البطول بمجرد ما تخطى الأهلي دول المجموعات مش بأتكلم بس على جوة مصر بأتكلم حتى على أصوات برا مصر وخصوصا شمال أفريقي أصوات كتير بتاتي تكلم عن الأهلي هو المرشح الأول للفوز بالبطولة السنة دي تفسيرك لده إيه؟ التفسير لأن نادي الأهلي هو نادي القرن الأفريقي والزعيم الأفريقي ويخوف أي حد من البطولات اللي أخذها يعني كله كان يكلم على فكرة أنه يتمنى أنه ما يقعش في طريق نادي الأهلي في الأدور الأفريقية في دور الأبطال طبعا لأن نادي الأهلي لو ماشي في السكة بتاعته وحط رجله على أول الطريق لا يخوف طبعا يخوف أي فرقة وبعدين لو جينا بالنسبة لنادي الرجاء والنادي الأهلي أداءهم ونتائجهم في دور المجموعات الرجاء من أحسن الفرقة على المكاملة اللي عملت نتيجة 16 نقطة أعتقد من 18 في دور المجموعات مزبوط أكتر فرقة جابت جوان أقل فرقة جي فيها أهداف عكس النادي الأهلي كان فيه شوية التعصر بالذات مرات الهلال السوداني اللي خسرناها هناك ولكن دي مرحلة وعدت انت جيت الفرقة اللي عاملة في دور المجموعات أحسن نتائج أكتر جوان ما خسرتش كسبانا كل ما تشات قدام النادي الأهلي المخيف الوحش الأفريقي لا بيبقى فيه فرق فرق في الخبرة فرق في السقة فرق في تعود اللعيبة ومن تاريخ النادي الأهلي على مر العصور إزاي أنت السقة اللي عندك بتجيلك من كم البطولات اللي أنت خدتها من قبل كده وهو ده الفرق بين النادي الأهلي وأي فرق عشان كده يخوف كنت بقول في أول حلقة يعني مش هكلم على الأهلي وتاريخه وبطولاته وأجياله هكلم على الجيل ده الجيل ده نفسه نفس اللعيبة نفس التيم ده عدى كل الفرق اللي موجودة معه في المربع ده يعني أنت في التلات نسخ الأخيرة من بطولة دوري الأبطال تجوزت الوداد وتجوزت الرجاء وتجوزت الترجي وتجوزت سانداونز وتجوزت معهم في الطريق كده الزمالك وتجوزت معهم كايزر شيبز يعني اللعيبة دي وجهت كل فرق وجهت كبار أفريقيا واستطاعت أنها تتجوز اللي عايز يعرف الفرق ما بين لعبة النادي الأهلي على مدار العصور وأي لعيبة تانية على مستوى الأفريقي أو المستوى المحلي شوف وشوش اللعيبة قبل ببتلعب الماتش يعني لما بتيجي الكاميرا على لعيبة الفرقتين وشوشهم قبل بداية اللقاء شوف وشوش لعبة النادي الأهلي مدى السقة اللي فيها عاديين مش متوترين وشوف اللعيبة وشوش اللعيبة بتعفرق تانية تيشيرت بديدي سقة والجمهور بدي سقة وكم البطولات على مدار تاريخ النادي الأهلي دي بتدي تقلو سقة فاللعيب نازل واثق من نفسه واثق في جماهيره واثق في إقدارته واثق في إمكانياته كل الكلام ده بيفرق مش مش تقليلا مش تقليلا والله من من الأندية الأخرى لا خالص لكن يعني بالنسبة لي بي بأعلمة استفهام لأنه ما فيش نفس النوع الضغوط يعني نادي بيرامدز نادي فيوتشر وهم تجربتين بالمناسبة على مستوى الكرة وأعتقد أنهم إلى حد كبير أضافوا للمسابقات المحلية وفي ناس بتشوف مثلا فريق زي بيرامدز على أنه أفضل سكوات في مصر وفي ناس بتشوف فريق فيوتشر على أنه تجربة واحدة جدا وأنا بشوف أنهم عملوا يعني إضافة للكرة في مصر لكن في النهاية لما بشوف مستوى الإخفاق الإفريقي بالنسبة لي علامة استفهام رغم أنه ما فيش حجم الإجهاد والمجهود المبزول زي مثلا فريقة النادي الأهلي ولا في حجم الضغط الكبير جدا اللي موجود على اللاعبة زي ما وجود على لعبة النادي الأهلي خروج فيوتشر خروج الزمالك خروج بيرامدز من البطولات الأفريقية يعني خلينا بالأخص بالنسبة لبيرامدز وفيوتشر بالنسبة لي منطقي أنهما حيبقى صعب عليهم جدا الوصول أنهما ياخدوا بطول أفريقيا مش حجم أفريقيا مفيش العامل الأساسي اللي هو الجمهور الجمهور غير موجود الجمهور ده هو اللاعب رقم واحد لأي فريق هو السند ليج للعيبة اللي جواه الملعب اللعيبة بتاع البيرامدز وفيوتشر بيلعبها وكنهم أنا بقول لكنهم متعريين فيش جمهور في ظهرهم مفيش جمهور يديهم دفع يأذرهم يشجحهم وهي دي طبعا مشكلة كبيرة جدا كمان بارح تفرجنا على بيرامدز فرقة اللي هي بتاعة جنوب أفريقيا محدش يسمع عنها محدش يسمع عنها لا أنا بتكلم على الأداء مش السامع محدش يسمع لكن الأداء أنا شفت المباراة الأولى لا فرقة كورة كويسة بيلعبوا كورة على الأرض بيتحركوا فيه سيستم في اللعب بس مش على سكيل في النهاية مش على سكيل سانداونز مش على سكيل الوداد مش على سكيل ترجي أقل طبعا ولكن أنا كنت تعرف أنهم هم هيتطلعوا بيرامدز من بعد اه طبعا أنا شفت وقست الاتنين وبعدين فرقة بيرامدز في غياب عبدالله السعيد بيفتقدوا كتير جدا تقريبا 60% من الأداء لأن عبدالله هو اللي بيعرف يلعب الناس اللعيبة اللي موجودة زائد افتقارهم للجمهور اللعيبة بتلعب وبعدين فيه نقطة مهمة جدا مش هيحسها غير لعيب الكورة اللي بيكون لعب في نادي جماهيري معظم اللعيبة اللي في بيرامدز كانت في النادي الأهلي ممكن كانت في الزمالك صفة فتحي علي جب لعبه مع جماهير اتعوده على صوت الجماهير سواء في التدريبات سواء في المباريات لما بيتحط في جو الهدوء دون وما فيش حد بيتفرج عليه قريدي بينزل 60-70% من المستوى الدافع مش موجود الطموح مش موجود لأن الطموح بيبقى عند اللعب مين اللي بيدي له الطموح نمره واحد الجماهير اللي وراه اللي بتحسبه وبتشجعه ولما بيقى كويس بترفعوا السماء ولما بقى مش كويس بيحاولوا أنهم يأنبوه شوية فطبعا بالنسبة البرامدز وفيوتشر عدم وجود جماهير تساند هذه الفرق حيبقوا تقريبا في المرحلة اللي هم بيلعبوا فيها مش هقدروا يتقطون صحيح نروح للسوبر المصري المنتظر يعني إذا ما أكلنا عمره إن شاء الله وشوفنا موطش السوبر يوم الجمعة الجاية بين أهلي وزمالك شايف المباراة زي وشايف المقدمات فوز الأهلي على الرجاء ووصوله للدور ربع نصف النهائي في دوري أبطال خروج الزمالك من دور المجموعات ده قريا محليا الأهلي بطل سوبر بطل كاس متصدر الدوري فرق كبير جدا عن أقرب منافسي شايف إنه كل دي حاجات ممكن تنعكس على مستوى المباراة على نتيجة المباراة مقدمات لمطش السوبر ولا زي ما بنقول طول عمرنا مطش الأهلي وزمالك قصة الوحدة ملاش علاقة بالظروف المحيطة أو بالنتاج المرتبطة بالمسابقات في نفس التوقيت لا هو طبعا زي ما أنت قلت مباراة النادي الأهلي وزمالك على مدار برضو التاريخ لا ما بيبقاش لها تكهنات أو توقعات قبلها ولكن بيبقى في معايير قبلها بتدي ثقة وبتدي تقل لأي فرق من ناحية النتائج والعروض اللي قبل المباراة يعني النادي الأهلي ماشي بشكل كويس جدا متصدر للدوري وبإذن الله تعالى بإذن الله البطولة هترجع لنا وحتبقى الدوري العام هيبقى بتاعنا عامل نتائج كويسة جدا على المستوى أفريقية بإذن الله هجيلك في الدوري وكاسة عندنا في يوم مطبين صعبين بس خلينا نكمل أول سوبر فكل المعطيات اللي قبل المباراة لا بترجح كافة النادي الأهلي النادي الأهلي مستوى فن مستوى فنيا على المستوى الفردي والجماعي أحسن كتير جدا يمكن على النحة التانية ناتزة مالك عندهم مشاكل كتيرة جدا عندهم مطبات كل شوية بيتعطلوا سواء في الدوري سواء خروجهم من أفريقيا الثقة مش موجودة عندهم احنا الحمد لله الثقة عندنا بشكل كبير جدا أتمنى أتمنى أن كل الحاجات اللي تدينا تقش والنتائج كويسة سواء على المستوى الدوري أو المستوى الأفريقي ننساها ونركز في التسعين دي اللي حنلعبه من دامنات زمالك لأن برضو الماتشات دي ما لهاش أي معايير وأهم حاجة بإذن الله يكون التوفيق في هذا اليوم مع لعبتنا ومعانا يمكن الحزبة الوحيدة اللي ممكن تحطي لها اعتبارة فكرة الدوافع في النهاية الزمالك تقريبا تقريبا خرج من الموسم ده خلي الوفاة يعني يعني ما فيش ما فيش عنده فرصة غير أنه حقق لقب شرفي زي لقب السوبر يقول أنا الموسم ده طلعت بحاجة على عكس من لعبتنا عندها معاها معاها أورادي كاس مصر معاها سوبر الموسم اللي فات معاها فرص في دولي الأبطال معاها قريبة جدا من حسب لقب الدولي ومع وجود جهاز فني جديد أنا طبعا ما قدرتش أحدد قدراته أو إمكانياته لذلك دلوقتي أو بصماته مع الفريق لكن كلها ممكن تصب في مصلحة وجود دوافع قوي جدا عند العبتنادي الزمالك مع وجود قيادة فنية جديدة هم عندهم دافع واحد بس هم عندهم بطولة ممكن ياخدوها في ماتش يعني هيلعبوا ماتش واحد ممكن ياخدوا بطولة يعني يمحوا بيها اللي حصل معهم في الفترات السابقة ولكن احنا بالنسبة لنا لا الدوافع موجودة وأكتر لأن احنا البطولات اللي بناخدها بننساها خلاص بنقفل صفحة ودايما بنبص في أي بطولة بنلعب فيها سواء النادي الأهلي أو جماهير النادي الأهلي أو لعبة النادي الأهلي إزاي ناخدها فالدافع نفس الدافع اللي عن النادي الزمالك إنه هم ممكن البطولة دي تمحوا كل المشاكل اللي حصلت لهم من قبل كده لا احنا دوافعنا عايزين شايف الطريقة والتشكيل اختيار العناصر مستر كولر في المباريات الأخيرة ممكن تديك جايد كده إزاي ممكن يفكر خصوان طبعا والنهاردة ما نقدرش نقول إنه تقنى مستر كولر خد خبرة كبيرة جدا سواء في المنافسين الأساسيين لنا في مصر أو حتى على مستوى بطولة أفريقيا خد لقاءات صعبة خد مطشات بره وجوه شايف بصماته شايف اسلوبه شايف طريقته في التدوير لكي بتحصل مراهنة على تغيير مراكز بعض اللاعبين وصول الأهلي لمرحلة النوتج مع مستر كولر زاي لا هو بصراحة لغاية دلوقتي هو ناجح يعني ما أدي له 100% 100% 10% طبعا 10% من ناحية المستوى الفردي والمستوى الجماعي بالنسبة للفرقة في النواحي الدفاعية والنواحي الوجومية النتائج على المستوى المحلي والمستوى الأفريقي والبطولات اللي أخدناها طبعا هو ناجح عشرة على عشرة زي ما قولنا النقطة التانية طبعا بصمته واضحة جدا تحسن الأداء الفردي لمعظم اللاعيبة أنه هم في حالة فردية قويسة ده ببرده بينتج عن شغله وعن كم التدريبات اللي هو بيشتغلها والواجبات اللي بيخصصها لكل لعب الواجبات جديدة أضافها اللاعيبة ما كناش بنشوفها على سبيل المسال مثلا حمد فتحي حمد فتحي كان لعيب وسط ملعب مدافع يمكن ما كناش بنشوفه بتقدم كتير لا لأنه بيتقدم وبيحرز أهداف وبيكمل مع المهاجمين هو ده التطوير الفردي بالنسبة لللعيبة فبصماته واضحة هو حفظ اللعيبة وحفظ الفرقة وحتى حفظ على المستوى الأفريقي الأداء بالنسبة للفرقة التانية لأنه هو بيتابع سواء على المستوى المحلي أو الأفريقي بيتابع بشكل كويس فهو وقف دلوقتي على أرض صلبة سخط الجماهير النادي الأهلي الحمد لله مديهاله بشكل كبير جدا عشان هو ناجح وعمل نتائج كويسة وعروض كويسة وبطولات كويسة نتمنى بإذن الله يوم الجمعة يكون التوفيق معه ومع لعبتنا نقدر أنه نضم بطولة جديدة لدولاب بطولات النادي الأهلي أفضل طريقة لعب بيها مارسل كولر 4-3-3 يعني بتشوف الأهلي أفضل مع مارسل كولر 4-3-3 أو 4-2-3-1 هو بيحب 4-3-3 يعني مستر كولر وده حقه طبعا هو المسؤول على الفرقة وهو المدير الفني وده رأيه اللي احنا دايما بنمشي وراء هو بيحب بيفضل طريقة 4-3-3 على أكبر رياع كلمة بيغيرهاش ومش هغيرها الماتشي اللي جاي توقعاتي يعني هيلعب بنفس الإسلوب وتوقع عنه نفس الطريقة ونفس التشكيل نفس الطريقة ونفس التشكيل هو يكون بالزبط لأنه مهم جدا كيفية التعامل مع ابطولة هتحسن من خلال مباراة واحدة إزاي تمشي المباراة 90 ديئة زي ما انت عايز إزاي ما يعني الدنيا ما تيرابش منك فأنا أنا من يعني توقعي إنه هو حيبتدي بنفس الطريقة وبنفس اللعيبة اللي كذبت وعدت كذبت فرقة الرجاء شايف الزماء عايز تقول حاجة لأن برضو المدربين الأجانب دايما هم فيهم ما بيغيروش كتير اللي بيكسب بيه بيلعب بيه الموقف الأصعب للجهاز الفني الجديد بالنسبة للزمالك داخل على مباراة بطولة مباراة جماهلية في مواجهة الأهلي ممكن يبقى أوراقه مقدرش يحط إيده لسه على مواطن القوة مواطن الضعف آه طبعا يعني موقف صعب موقف صعب بالنسبة للجهاز الفني بتاع الزمالك المدرب الجديد ولسه ما تعودش على الأجواء في ماتش جماهير يبقى فيه جماهير ملعب مليان وجمهور للناد الأهلي وجمهور للناد الزمالك والضغط النفسي اللي حيكون على المباراة سواء ليه هو أو للعيبة الإمكانيات الفنية القماشة بتاعت العيبة للناد الزمالك اللي تحت إيده لسه ممكن ما يكونش عارفها كويس ممكن ما قايمش اللعيبة بشكل كويس فطبعا ضغوطات عليهم هتبقى بشكل كبير يعني هسألك على اللعيبة المهارية في الأهلي هنكر إنه عبد المنعم أو الشناوي أو متولي أو معلول أو ديانجة أو حمدي أو السلي مش عايزة نسى حد أو مروان عطية كلهم الحقيقة نجوم كبار جد لكن أنا هنا الكلام على اللعيبة اللي بيبقى عندها اللمسة الجمهور بيحب يشوفها لعيبة زي عبد القادر لعيبة زي أفشة لعيبة زي خندوسي لعيبة زي كريستو مثلا اللعيبة دي الجمهور حابب يشوفها في الملعب كابتن خالد شايف إيه يعني إيه العقب أبانها إنهما يكون أو إيه المطلوب منهم عشان يكونوا موجودين بشكل يمكن أكترهم عبد القادر كان ليه دور لغاية مع يعني هو موجود يعني في معظم الوقت كان موجود في معظم الوقت لكن أقصد أقول المساحة الأكبر المساحة الأكتر يعني كندوسي مثلا على المساة الفهم بالنسبة للجمهور عليهم بشكل كبير جدا لعيبة القرى هو اللي بيفرد نفسه في المكانة اللي حط نفسه فيها سواء ألعب كلعيب أساسي سواء أن أنا بكمل ما بطلعش من الملعب سواء أن أنا كون لعيب احتياطي ده على حسب مقدار العطاء اللي بيديه اللاعب من خلال التدريبات وأي مدير فني عايز اللاعب أحسن ناس أجهز ناس بدنيا وفنيا فهو بيختار دايما من وجهة نظره الناس اللي هي وقفة بشكل كويس ما عنديش شك يعني بالتأكيد وهو أكتر حد قدر على أنه يقيم في اللحظة دي وفي الوقت ده وفي الموجهة دي والخصم ده مين الأنسب من وجهة نظره أنا بتكلم على يعني يعني لعيبة استنينا أن هما يكونوا إضافة والحقيقة كانت مقدماتهم بتقول أن هما أكيد إضافة إمكانياتهم لعيب زي أحمد قندوسي مثلا لما جه لعيب زي عبدالقادر ما أعتقدش أنه فيه اتنين في مصر يختلفوا على إمكانياته حتى كريستو رغم أنه ولد صغير لكن لما شفناه وتفرجنا عليه وهو في تونس وشفناه مع منتخب تونس بالمناسبة أنا كنت فاجع على مطشط تونس هنا هو ما مشاركش في الأول شاب مصاب لكن لما شارك لا لعيب كورة لعيب كورة محترم يعني فدايما الجمهور بيقى نفسه يشوف الكواليتي ده في المرعب الجمهور هيشوف ولكن اختيار الوقت لمسر أقول هيختار الوقت المناسب إزاي يشرك لأن فعلا زي ما أنت قلت كل اللعيبة دي على مستوى عالي جدا جدا وما يفروش عن أي حد بيلعب يعني مثل لعبة الناد الأهلي الوقتي وميزة فرقة الأهلي أن كل اللعيبة المستوى الفني متقارب يمكن ما بيفرقش غير حاجات بسيطة جدا وأكبر دليل على كده أن مستر كولر ابتدى من فترة بيعمل الروتيشن بشكل كويس جدا فهو الحاجة اللي ما تقلقش والطم من اللعيبة أن كلهم حيلعبوا أن الراجل مقتنع أنه هو لازم يعمل الروتيشن الناد الأهلي بمشترك في أكتر من بطولة لا ده مش بس كده يعني مناسبة الروتيشن إحنا إن شاء الله بإذن الله هنلعب خمسة واثناشر واثناشر يعني منتكلم في خلال في ظرف أسبوعين هتلعب ثلاث مطشاط يمكن يكونوا من أهم أربع خمس مطشاط في موسم كل خمسة هتلعب سوبر مصري مع الزمالك تسعة هتلعب اتناشر هتلعب مع الترجي زهاب في تونس وطبعا مطش مطش الزمالك في أبوظابي في الإمارات فأنت عندك خمسة أبوظابي سوبر اتناشر ترجي تونس ثم عودة هنا تسعتاشر مع الترجي التونسي المباراة إن شاء الله لتكون بوابة العبور للمباراة النهائية أو المواجهة النهائية في دولة الأبطال بالتالي تلات مطشات مهمة وبطلطين مهمين جدا بالنسبة للجمهور وظل ضغط وقت صعب شوية هتفكر فيها ازاي وفكرة الروتيشن وفكرة هل ممكن يبقى في تبديل وتوافير من وجهة نظرك في التلات مباراة دول تلات مباراة زي ما انت قلت ببطلطين هيبقى صعب جدا هيبقى صعب الروتيشن بيتعامل ليه وقت ان هو يتعامل لكن مش في مطشات زي لا مش في مطشات بتاعت بطولات مش هينفع عجيب لعيب مثلا يكون بعيد شوية عن اللعب ونزله في مطش فيه بطولة وبطلبه ان انا عايز يقديلي بشكل كويس لا الروتيشن ازاي الشطارة ان انا لماي كمدير فن يعمل روتيشن امتى اعمل روتيشن الوقت اللي هعمل فيه الروتيشن ان انا اشيل حد بيكون بيلعب باستمرار والدنيا ماشية كويس واحط بديل مكانه لازم تكون الفرقة عاملة نتيجة كويسة بحيث اننا لما نازل اللعيب اللي هو كان بعيد ده شوية يبقى نازل مسراح بعيد عن اي ضغوط ابعيده عن اي ضغوط احطه تحتيها يعني انا بس في حاجة عشان قبل من ساها تفضل وفي حاجة اللي انا حقوله ده ما حدش اتكلم عليه ما شوفتوش حتى في اي ستوديو تحليلي الهدف اللي جابه محمد عبد منع بدماغه في مباراة الرلاء الهدف الاولاني تمام الهدف الاولاني ده يتدرس الهدف الاولاني طاعة محمد عبد منعم يتدرس العلول وتسكيل الأوفر من علي معلول وبعدين القوفر برضو مش أوفر طبيعي قولة راحة لعلي معلول عمل البند الأول وعلي معلول عمل الأوفر والكرة عالية عن الارض دي مش اي حد يعرف يعمل القوفر ده كده في الحتة دي فيها سنس سنس رهيب الحتة التانية بقى بتاعت محمد عبد منعم محمد عبد منعم وشه للكورة والعلي معلول والمدرجات والجون هنا وضع طبيعي في هذا الوضع لأي لعيب لأحسن لعيبة حتى على مستوى العالم هتلعب بدمخة أنه أنا هطلع كده ولازم أعمل رئابتي كده عشان كورة تروح هنا محمد عبد منعم ما عملش كده محمد عبد منعم خد الكورة من التلت الأخراني يعني بقولك يعني الجون ده محمد عبد منعم ما عملش جمهه وكده لما يتشاف الجون مرة واثنين وثلاثة وعشرة المفروض الكورة جايلي كده عشان أجيبها في الجون هنا لازم أعمل كده وضع طبيعي مهارا منعم ما عملش كده كورة جاية خد الكورة كورة لو من هنا خد الكورة من التلت ده بحيث أن الكورة هي تلف نفسيها ومحمد وشه كده ودماغه كده فعشان كده الوضع ده كوضع تشريحي حتى بالنسبة لجسمه مش صح مش مظبوط لأن أنا الكورة جايلي لو عايز أحطها بدماغي هنا لازم كورة جاية أم لعبها ولعبها النحيات أو برجري كده أعملها كده هو هيدر متميز هو مسجل في الرجاء السنة اللي فاتت في ملعب الرجاء نفسه ده مش متميز ده أكتر من رائع لأن الوضع بتاع جسمه مش مناسب إن الكورة تتلعب وتيجي في الحتة دي هو الكورة عشان تيجي في الحتة دي لازم يحرك رقابته هو ما عملش محركش رقابته هو فضل وشه كده كورة جاية خدها من التلت اللي هنا هو بحيث كورة لفت حتى لما كورة لفت لما راحت ما راحتش في الزاوية جنب القائم راحة تقريبا في تلت الجود لأن ما كانش ينفع أن هي تروحها بعد من كده لأن هو لو حرك رقابته آه كان ممكن تروح إنما هو وشه هنا هو وهي دي الصعوبة فما بقى لك بقى لو كورة ملعباله ووضع جسمه مصبوط فطبعا هو هيدنج يعني بقولك فوق العش على عشرة هو عموما ميستر كولر واضح إنه كمان بقى بيلجأ على يعني لتوزيع الأدوار الهجومية على كل السكواد مش بس على خط الهجوم يعني في ماطش الرجاء اللي فت ده اللي مسجل عبد المنعم وحمدي فتح وفي مناسبات كتيرة جدا حمدي على فكرة يعني تحس إنه بقى شادو سترايكر أكتر منه لعب دايرة أوقات كتير جدا بيكمل وأوقات كتير جدا بيصنع وأوقات كتير جدا بيسجل فواضح لكمان دي واحد يعني جزء من طريق التفكير واسلوب ميستر كولر نفسه ما هو ده التطوير في أداء العيب يعني حمدي فتحي في المناطق اللي بيخش فيها ما كناش بنشوف فيها من قبل ما ييجي قولك ما كناش بنشوفه بيخش جوهة 18 ده واخد السروم أولا شائق من نص الملعب لجوه بين السردبكين واخدوا القورة وبعدين شائطها إيه برجل الشمال وإيه عاملة هفولي دي برضو يعني صعب جدا مش يعني تنم إن عنده مهارة مش راجل يعني مصنوع لا عنده مهارة وجون الأولاني محمد عمانعم طب محمد عمانعم ده بيلعب مساك إيه اللي جابه في الحتة دي ما نقف برضو يعني لازم نقول إيه اللي جابه في الحتة دي وهو بيلعب مساك ممكن كانت كرة سابتة قبليها أو حق لا ده فيه واجبات وهو ده التطور في أداء اللعيبة وده اللي أنا بطلوبه مما روان عطيه ما تقفش محلك سر لا لازم نشوفك بتشوت عجون لازم بنشوفك الأداء الدفاع اللي انت بتقوم بيه ده عشرة العشرة ولكن نحط شوية حتة زيادة حتة أوفر إن انت ازاي بتسدد على المرمة ازاي فبعض الأحيان لو فيه واحد دفندر جنبي ازاي هو يستنى أن أروح لأنه هو ده التطور في أداء هو أحداك بيبقى دايماً كل كوتش كل هيت كوتش بيبقى بيبقى محدد أدوار للعيب بتاعه طبعاً انت ممكن تتكلمنا عن ده محدد له مساحات للتحرك مساحات للتخطية على لعبين معينين لكن بيبقى لكل لعب وما عرفش دي مدارس بقى حكوة ممكن تتكلمنا عنها كل لعب بيبقى ليه فيه مساحة كده بتاعته أكتر للإبداع يعني بعيداً عن الدور اللي مرسوم ليه من الموديل فني هو شخصيته في الملعب هو فكره اللي بره السندوق ممكن يسمح له بأنه يقدم يعني دور إضافي غير اللي مرسوم لي في بعض الأحيان مرتبطة بالمركز ولا مرتبطة بشخصية اللاعب لا مرتبطة بالمركز واللي بيلعب جنبي يعني لما كنت بقولك أنه هو سنة يروح يبقى بيوقف اللي جنبه اللعيب زميل والديفندر يقف مكانه المهم واحد يكون موجود في الحتة دي هي دي الخطوط العريضة اللي بيحطها الموديل الفني إنما ممكن أروح في مرة واشتغل ويبقى ما فيهش مشكلة زي ما حمدي فتحي اللوقت هو حمدي فتحي بيعمل إيه ما هو بتقدم مش كل مرة برضو مستر كولر أكيد مديله التعليمات دي ولكن بإحساس حمدي جوه الملعب هو برضو بتلاقيه بيعملها في الأوقات اللي بيلاقي نفسه إنه هو يقدر يعمل كده فدي برضو لعيب الكرة بيبع عليه مسئولية كبيرة إن أنا إزاي أطور من نفسي شوية ما أفضلش محلك سر بنفس الأداء لا إزاي أدي حتة السنة زيادة أبتكرها من عندي طالما مش حضر بمصلحة الفرقة طيب خليني أكلمك على حاجة من المميزات كولر بس قبل ما أكلمك عنها عايز أفهم الطريقة والأسلوب اللي بيخلي مدير فني يقول للعيب أنا أوظفك في المركز ده أي لعيب بيلعب كرة بيبقى بيلعب ممكن يلعب في كل حتة يعني ممكن يلعب في نص ملعب ممكن يلعب حابب يلعب مهاجم لكن يروح مع مدير فني أو يروح مع فريق يقول له والله إلا أنت مدفعش راس حربة أنت مساك عبد المنعم بالمناسبة أعتقد حقيق يا كابتن مهر اللي قالوا لي المعلومة أنه أساسا كان مهاجم بقى واحد النهاردة من أفضل المدافعين في مصر مع مستر كولر نفسه كريم فؤاد قبل نتمنى له السلامة طبعا أنه يرجع علينا بسرعة قبل ما يرجع كان بيلعب باك يمين باك شمال توظف جناح يمين ونجح مع مستر مارسل كولر الكهرباء من بعيد جه رغم أنه بقى له فترة طويلة ما بيلعبش وتوظف راس حربة وكان فعال واختيار نجح مين اللي بيختار مراكز اللعيبة وبنانة على إيه؟ اللعيب بيبقى عارف أنه هو مركزه مساك مثلا ممكن نيدي مدير فاني يعني ما ليش هرجع أكرم توفيق لما كان لعاب دايرة كان لعاب ارتكاز مثل بيتسو المسلميني لما وظفه باك يمين بقى نمرة واحد منتخب مصر عمر كمال عبدالواحد لما كان بيلعب جناح يمين وتوظف برضو عنه باك يمين بقى وردوا واحد من أنجح الباكات اليمين في مصر فهي الفكرة في العين اللي بتشوف وبتختار المركز نفسه المدير الفني المدرب عينه ما أخد بالك لو تكلمنا على حتة التدريب تدريب قولنا موهبة موهبة يعني إيه؟ الحاجات النقط اللي انت المهمة جدا اللي انت بتقولها دي أحمد مش هيشوفها أي مدير فني إنما اللي بيغير في مراكز اللعيب أو ينجح ما أنا ممكن أغير وأحط اللعيب في مكان غلط مظهر مش قصة كده وده مدرب أو مدير فني عنده الموهبة دي من عند ربنا سبحانه وتعالى في نفس الوقت في مراكز جهوه الملعب مرتبطة ببعض بمعنى إيه؟ المساك طب لو المساك أنا مسكت فرقة وشايف إن المساك دوا ممكن أوظفه في حتة تانية هوظفه فين؟ ممكن أوظفه في نصف الملعب وهو حركته ما فيهاش بطء وعنده كورة بيعرف يستلم أوظف في نصف الملعب كلاعب وسط مدافع ماشي الباكرايت ممكن يبقى جناح ممكن أستفيد به ألعبه باكرايت لأن نفس المميزات اللي في المركز ده بيتطلبها المركز ده فممكن يلعب فيها هنا وهنا فهي دي اللي بكي اشتحات لعب باكي مين ولعب جناح يمين كريم فؤاد لعب باكي مين ولعب جناح يمين هتلاقي هي كده براكات لعب باكي مين وجناح يمين أو ناحية الشمال اللي بيلعب قدام جناح ممكن يلعب وراء وساعات فيه فرق كتيرة جدا بيبقى عندها اتنين باكين ليفت كويسين يلعب واحد وراء فيه مدرين فنين لعب واحد كباك ليفت وواحد جناح قدام وأعتقد ميستر كولر مرة لعب طير معلول ونزل وراء رقفة خليل أعتقد يعني لو محمد أشرف بالضبط فدي برضو فكرة من الأفكار بس إزاي أنت لما بتعملها طبما تبص كده كابتن خلد على الفرقة شايف مين من نجوم النادي الأهلي ممكن لو تم توظيفه في مركز ثاني يبقى يعني تبقى نقلة نكحة بالنسبة لي لو تم توظيفه لو تم توظيفه في مركز غير اللي هو بيلعب فيه يعمل حاجة مختلفة تماما أحمد عبدالقادر مثلا أحمد عبدالقادر لإما يلعب في مكانه ناحية الشمال أو يلعب تحت رأس الحربة كلعيب حر مهاجم كلعيب اللي هو فيه رأس حربة وهو يلعب تحته وتدي له حرية في التحرك عرضيا بقى الشمال اليمين قدام لعب حرية حيبقى في منطقة الخطورة على فكرة بالنسبة لأحمد عبدالقادر ومحمد عبدالمنعم أنا كنت نائب قطاع الناشئين 2017 هم موليد 99 فهم يعني أنا عارفهم من وهم صغيرين وهم وعدين من وهم صغيرين يمكن كان عندهم شوية مشاكل كنت أنا بحاول علاجها بس مش فنية يعني مشاكل تانية شوية تمام ولكن وعدين فأحمد عبدالقادر في منتهى الخطورة لو لعب تحت رأس الحرب في منتهى الخطورة يمكن أكتر من ناحية الشمال وتدي له حرية في الحركة يعني هتقول له خلاص انت تحت رأس الحربة عايز تروح ناحية الشمال عايز تروح ناحية اليمين عايز تكمل رأس حربة تاني لو وديته الحرية في الحتة دي هيبقى في منتهى الخطورة أحمد عبدالقادر في مركزه نمره كام في مصر؟ في مركزه نمره كام في مصر؟ ناحية الشمال نمره واحد نمره واحد وإيه اللي نقصه يبقى نمره واحد سوبر؟ اللي نقصه نمره واحد سوبر إزاي القرار بتاع التساق؟ هو هيعمله في القرى مش لما تجيله أوكي قبل ما تجيله يعني قبل ما تجيله أنا بقول لنفسي هتجيلي عشان أمشي عشان حفوط عشان أعمل بالعرض أوكي ده قرارات كلها مترتبة وبعملها تمام مش ما تبقاش لحظية يعني القرار إزاي إن قراراتي تبقى معروفة وأنا بنظامها لنفسي بحيث أن أعملها على طول مش بعد ما تجيله القرى أفكر أن أعمل إيه؟ كندوسي كندوسي لسه محتاج شوية وقت توظفه فين؟ لو عايزت يعني أنت شفت شفت تفرقت عليه بشكل كافي؟ هو ملعبش كتير يعني كندوسي ملعبش كتير عنده قرى؟ عنده قرى عنده قرى عنده قرى هو بيلعب تحت رأس الحربة متعالي من الثلاثة تحت رأس الحربة في النص شايف إن هو مكانه كده ببا مكانه كده أفشح لا نفس المكان اللي بيلعب فيه ما يتغيرش المكان لا ما يتغيرش لا فيش ما ينفعش يعني ملوش محمد شريف محمد شريف رأس حربه رأس حرب وممكن يلعب على طرف من الإطراف بس مش هيكون بنفس الخطورة ونفس التأثير وهو رأس حرب زي ما يلعب رأس حرب السلسية اللي مهمل كمان أنا في ماتشات كتيرة جداً يعني كواحد من الجمهور لما بتفرج يعني وواحد شغلتي يعني فني أتمنى لأشوف كهرباء على الطرف ومحمد شريف رأس حربه يعني أنا كنت إذا سألك على السلسية بيرسيتا والشحات كهرباء تقييمك لها إيه هاي لا بس كهرباء أساساً مش رأس حربه ما أنا عارف تماماً الإحساس بالمكان لما بيكون مكاني بالذات في الرأس الحربة مهم جداً وبيبان في الماتشات الجمع شريف أساساً مش رأس حربه برضو يعني شريف كان بيلعب لا بتكلم على القديم لا لا ليش دعوا بالقديم أنا بتكلم على النادي الأهلي لا رأس حربه ورأس حربه مؤثر خلي بالك محمد شريف عنده حاجات كويسة جد جد يعني ممكن تطلع منه حاجات كويسة جداً 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 أنا أتمنى عس أنت لما يكون عندك بيرسيتاو وعندك محمد شريف وعندك كهرباء وعندك حسين الشحات وعندك أحمد عبدالقادر وطهر محمد طهر خلي طهر دلوقتي عشان طهر يمكن بعيد شوية خلى نفسه بعيد شوية في الفترة الأخرانية لا الخمسة دول لما بتلعب منهم ثلاثة أو أربعة طب انت عندك حرية اختيار بشكل كبير جداً وهو ده وهو ده اللي ممكن لأن كلهم زي بعض يعني كلهم كويسين جداً وزي بعض فيوم ما هتشيل واحد وتلعب واحد مش هيبقى فيه مشكلة ولا الفريق حيتأثر بحاجة بالعكس ده هو ده الخمسة دول لازم يتعامل معهم بشكل كويس جداً لأنه مش هيأثر على الفرقة في حدود واحد يعني انت كل ماتش انت بتلعب أربعة رأس حربة وتحته ثلاثة لما أغير في واحد واحد ألعبه واحد يستريح ماتش للبعديه أريح واحد حسب حالته الفنية ولو فيه إجهاد ولعب واحد ته عندك خمسة كويسين جداً جداً في القط الأمامي وهو يخلي بقى لك هو ده اللي بدينا تقل في النواحة الهجومية طيب احنا كلمنا على المستوى الفندي كلمك بقى على مستوى الدويتوهات بس قبل ما نشوف أنجح دويتوهات من وجهة نصر كابتن خالد جدالة خلينا نروح رفاصل بنرجع نكمل كلامنا معاه في السادسة هي صحيح يعني لعبة جماعية لكن في النهاية في مراكز يتحتم عليها يكون فيه بين اللعيبة فيها نوع من التفاهم عشان يكونوا أو يكملوا بعض أو يكونوا دويتو ناجح زي ما بيقولوا كده بلغة الفن والمغنيين يعني الدويتو ده في مراكز كتير جداً يعني قلبية الدفاع لازم مستوى الانسجاب بينهم يكون على أعلى مستوى العيبة اللي بتابع نفس الخط الباك اليمين والجناح اليمين الباك الشمال والجناح الشمال صنع العلعاب رأس الحربة الجناحين معروس الحربة كل التوليفات والتركيبات دي التفاهم والتجنس بينهم يساهم بشكل كبير جداً في نجاحهم وفي فعاليتهم زي ما تكلمنا فردي عايزة أكلمك في الدويتوهات وأبتدي معاك محط الدفاع أنجح سنائي أفضل دويتو في قلبي دفاع النادي الأهلي من وجهة نظر كابتر خالد في الموسم ده مع مستر كولر محمد عبد المنعم وياسر إبراهيم محمد عبد المنعم وياسر إبراهيم على فكرة ياسر مطش الرجاء اللي هناك طبعاً اتمنى له السلام عمل مطش كبير جداً 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 هو ياسر الحقيقة الروح عنده ماشاء الله يبعد ويرجع تحس أنه ما كانتش مرة تشكيل وبالنسبة المركز الاتنين المساكين أنا بقيم المساكين فأكتر حاجة تقدر تقيم بها المساك طبعاً مميزات لازم يكون عنده سريع ما بيترقص بيلعب بالماغه كويس الجمب بتاعه كويس بيغطي كويس غلس 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 ولكن المعيار اللي ما حدش برضو بياخد باله منه أنا بتفرج على المساكين فأي كرة بالعرض أي كرة بتتلايب عليك بالعرض عايز تقول مساك ده كويس بنسبة عشة من عشرة أو تمانية من عشرة أو ستة من عشرة شوفوا بيعمل إيه وكرة بتلعب بالعرض إزاي بيرقب رأس الحربة في المكان اللي هو فيه وإزاي بيبقى واقف مظبوط وإزاي شايف الكرة بلغة الكرة ما بيتسرقش يعني ما حدش يقف يسرقوا فهما اللي اتنين كل على فكرة كل المساكين اللي عندنا رامي ربيعة وياسر ومحمد عبدالقادر ومحمد عبدالمنع ومحمد عبدالمنع كلهم فيهم الحتة دي الأربع يعني كان في أول موسم أو بداية كله كان كلام كله على فكرة أنه الأهلي محتاج مدافع لكن النهاردة حتى يسر قبل إصابته ورامي ربيعة قبل إصابته مع متولي ومع عبدالمنع في كل المناسبات اللي ظهروا فيها أعتقد يعني أقنعه بصراحة ما تقدرش تمسك على حد فيهم أنه مستوى تراجع بالعكس يعني ربيعة لما ظهر كان على كان قد مستوى أكتر من رائعة منعم مستوى ثابت متولي هو موجود أو ياسر هو موجود درجة أنك أنت دايماً في حيرة مين يلعب أو مين يبدأ أساسي أنت اخترت منعم وياسر على الرغم أن يمكن كولر بيراهن في أغلب الأوقات على منعم ومتولي ومتولي كان موجود مضش الرجاء ما لعبش ليه طيب لو هو بيراهن يعني لا أنا بقول أنه في أغلب أوقات الظهور يعني دايماً أحس أنه كولر ما يلأ أكتر لمتولي ومنعم ممكن بس الفروقات أصلاها زي ما أقولك يعني قريبة ما فيش فروقات كبيرة ولكن أنا شايف أن كل المتشات اللاعب ياسر ومحمد عم منع جنب بعض لا بيبقى في تفاهم طيب الناحية الشمال أفضل دويتو معلول طبعاً ثابت يعني ما كان الله فعونه معلول عبدالقادر معلول الشحات معلول طاهر التلاتة اللي بيلعبوا في الحتة دي قد أكتر نسبة تفاهم أو انسجام حستها وإنتاجية وفعالية معلول والشحات معلول والشحات لا شحات المركز دا يعني دا ما كبيراً من ناحية اليمين ولكن من ناحية الانسجام من ناحية الانسجام معلول والشحات يجي بعدين أحمد عبدالقادر معلول والشحات وبعدين أحمد عبدالعدي من ناحية الانسجام مش من ناحية الأداء أنا بكلم من ناحية التفاهم أنا بكلم عن دويته معنون الشحات سنائية خط النص الاتنين الارتكاز اللي بيلعبوا على الدايرة مع دخول طبعا مروان مع حمدي وديانج والسولية وجود خندوسي الحقيقة ما قدرش استبعده لأنه أنا بشوفه لعيب كاليبر يعني محترم بصراحة يمكن ما جاش وقته أو ما وصلتش للطب فورم بس خندوسي مختلف عن آه يعني لحد ما بس لو بيلعب بتلاتة يعني لو بيلعب تلاتة في نص الملعب هيختار تلاتة لازم من الأسماء دول مين السنائية اللي لازم تكون موجودة وشايف أنه أعلى 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 درجة تفاهم وستجم منهم من بعض كاثنين مدافعين آه يعني أنت عندك مروان بيعمل الدور ده ديانجي بيعمل الدور ده حمدي بيعمل الدور ده مين التفاهم ولا أحسن اتنين من وجهة نظر يكونوا موجودين اللي اتنين في وجود حمدي فتحي أنه هو راجل ليه مهام هجومية دلوقتي بيبقى مروان عطية وديانج مروان عطية وديانج ومين التالت المفضل بالنسبة لكابتن خلد معاه مين اللي يكمل المثلث ده لو ما أنا بقول لك حمدي فتحي حمدي فتحي وديانج ويبقى مروان عطية مروان عطية وديانج وحمدي فتحي وحمدي فتحي بيبقى واجب بياخد واجبات سنة زيادة في النواحي الهجومية السلسة الهجومية كابتن خالد أكتر للأكتر انسجام وتفاهم أكتر انسجام وتفاهم الثلاثة اللي بيلعبه برسيتاو وكهربا وحسين الشحات برسيتاو وكهربا وحسين الشحات مين أكتر حد حاسس أنه يعني لو اخترت اسمين من التالتة في بينهم تفاهم أو انسجام أكتر دوتو يعني برسي وكهربا ولا الشحات وكهربا لا الشحات وكهربا الشحات وكهربا أه رغم أن يمكن فيه اجوال كتير جدا بز Detail في دول الأبطال كانت بصمة مشتركة بين برسيتاو ومحمود عبد المعلم كهربا بتبقى يعني ممكن ما تكونش عشان فيه تفاهم كوي يعني ظروف اللعبة وظروف الموقف بتستدعك عشان احنا ندخلين على الصعب ايه اللي مستني من ميستر كولر يراجع فيه اوراقه ويرتب فيه اوراقه او يطور فيه مستوى الفريق في الفترة اللي جاي انت رايح لسوبر رايح لخطوات اخيرة بإذن الله في دولي الابطال وبعد كده نرجع المنافسة على الدولي والكاس في مصر نفسي اشوف فرة النادي الاهلي وهي مرتدة وهي بالدافع بمجرد منيطع الكورة ازاي بننتقل من نص ملعبنا لنص ملعب الفريق المنافس بستة سبع لعيبة اشوفهم قدام ازاي التحول السريع ما بين ناحة الدفاعية والناحة الهجومية نفسي اشوف ده اللي كان نقصنا يمكن في مطش الرجاء في الشتاء بالزبط ودي بيبقى ليها واجبات معينة وفكرة معين وتكلفات للعيبة ازاي تنفس بشكل معين عنده رفاهية الوقت يا كابتن خالد لانه يعمل شغل زي ده في وسط موسم صعب زي ده عنده عنده رفاهية الوقت ليه لان انت بتتعامل مع كواليتي لعيبة بتفهم مخايا كويس قرويا فهمة يعني ايه لما هتطلب منه حاجة حتى لو نظري هيفهمها بشكل كويس وحيطبقها بشكل كويس لانهم عندهم من الوعي سواء كان وعي خططي او تكتيكي اللعيبة اللي عندنا لأ بتفهم كل حاجة فاي حاجة هو هيقولها هتوصل للعيبة وحقدروا ينفذوها بشكل كويس ولكن هي بس محتاجة شوية جرأة بحس ان احنا نفس اتفرج عن نادي الاهلي احس ان نادي الاهلي فرقة زي الفرقة اللي بتلعب في أوروبا بتدافع بشكل كويس جدا لما بتقطع الكورة ازاي بتنتقل للنحية الهجومية بكسافة خمسة ستة لعيبة بيروحوا بيهجموا وبعدد قليل من النقلات وبسرعة وبسرعة النادي الاهلي نقطة مهمة جدا المباراة اللي جاية مباراة السوفر ريال مدريد بيعمل يمكن من انجح الفرق رغم يعني انا بشوف طبعا ان الريال مش هو الريال في السنوات الاخيرة حتى ما عفوزه بلقب الدوري الابطال لكن من اكتر الفرق وبما انه مستوى متراجع فبقى فيه اوقات كتير جدا بيبقى مضغوط لما بيلعب فريق بيهجي بيبقى مضغوط معظم وفقد الاستحواز لما بيلعب السيتي بيقى فقد الاستحواز ورغم كده هو من انجح الفرق اللي بيعمل الكلام الحاجة بتقول عليه ده بالزبط سرعة نقل الهجمة بقى لعدد من اللمسات وترك جون لان انت الكورة بتضرب لك خطوط بتضرب لعيبة يعني انت لما بتجري لقدام وبتباصي لقدام انت في لعيبة من الفرقة التانية بتبقى في ظهرك خلاص خلصت منها فهو ده اللي نفسي اشوفه للنادي الاهلي من احسن الاندية مش على مستوى مصر ولا افريقيا على مستوى العالم ماقسنا الحتة دي هتفرق بشكل كبير جدا والله يعني قبل ما اتكلم بقى عايز اخدك على السيزن والمطبات اللي قدام كولر واللعيبة لكن حقا خدتني النقطة مهمة جدا كل فريق ليه شخصية وليه طريقة لعب لما بشوف في الستي بيلعب بره بيلعب جوه بيلعب في دوري الابطال بيلعب في الدوري الانجليزي هو ليه نفس الطريقة استحواز وضغط متواصل مهما كان اسم المنافس او حجمه او امكانياته لما بشوف في باشلونة نفس القصة لما بشوف في البايرن التوازن والقوة في الدفاع وفي الهجوم كل فريق ليه شخصية انت ممكن نشوف الاهلي مثلا اللي انا تعودت تعليقه العمري هو الفريق اللي ما بيهموش بيلعب مع مين بره او جوه اسلوب ضغط طول الوقت رغبة في المكسب بصرف النظر عن اسم المنافس وبصرف النظر عن طبيعة البطولة وبصرف النظر عن ملعب المباراة والجماهي اللي موجودة فيه يلي ينقص الاهلي عشان ده يبقى موجود كابتن خليل التعود انه هما يعملوا الكلام التعود يعني لعيب الكورة بيوصل احنا في علم التدريب بنقول لما بتشتغل على حاجة معانة وتقعد تكررها من خلال الوحدات التدريبية بتوصل لعيب لمرحلة الالية هم يبقى زي الحتة دي كتير لان دي من عيوب الكورة المصرية احنا مش قادرين نطلع من الحتة دي عشان كده حتى لما انا بتكلم بالنسبة للنادي الاهلي لازم نتخطى الحتة دي ونعملها ليه مش هتخاف لو عملناها بشكل كويس مش هتخاف عليه لما نروح كاس عالم الانداء هتلاقيه بيلعب جيم دفاعي وجيم هجومي صحيح مش اي مشاكل على فكرة الفرقة اللي بتعمل الكلام ده على المستوى الافريقي هي سانداونز تلعب بره زي يقول وعشان كده منتهى الخطورة مناسبة سانداونز هترجعني لدولة الابطال الاهلي في طريقه لدور قبل النهائي اقصى ممثل تونس تحت من السيري اقصى الهلال السوداني اقصى القطن الكابيروني اقصى الرجاء المغربي هل بتشوف انه الترجي افضل من كل الفرقة اللي تخطها الاهلي في مشواره ولا افضل ولا اقل في مستوى منه لا احنا باذن الله عندنا فرصة كبيرة جدا لتخطي الترجي تخطي هذا الدور والوصول لنهاية تتمنى تقبل مين في النحية التانية عندنا النحية التانية الوداد في مواجهة الاسانداونز أنا اتمنى اي حد بس احنا باذن الله يعني اللي عايز اللقب اكيد باذن الله باذن الله بس خليك فاكر بقى الكلام لو هنقابل الوداد هنقابل الوداد في سانداونز اللي لسه كنتبتكلم عنه وتوقع انه ساندونز فرقة قوية جدا ومن أقوى الفرق على المستوى الأفريقي ولكن في المباريات لما هيلعبوا قدام فرقة منظمة دفاعيا وتقدر تدوس على نقاط الضعف اللي عندهم ممكن يخسر الأقرب للقب من الأربع فرقة كابتن خالد الأهلي بإذن الله إن شاء الله بإذن الله وخلينا نفكر في السوبر اللي بالمناسبة رحلته فعليا تبدأ بكرة إن شاء الله للإمارات النهاردة الفرقة كانت أجازة من التدريب بكرة إن شاء الله تمرين خفيف أعتقد وبعد كده الفرقة هتتتوجه للمطار عشان تبدأ رحلتها لأبو ظبي بحثا عن كاس سوبر جديد بشكرا كابتن خالد نهارة الدنيا شكرا يا أحمد شرف بيك وبنسعد بيك دايما الله يخليك شكرا وكل التوفير للأهلي إن شاء الله بإذن الله وحلقة الأربع من السادسة هتكون حلقة خاصة جدا لمتابعة وتخطيت رحلة الأهلي لأبو ظبي قبل مباراة الكاس بالتمانية كاس السوبر طبعا قبل مباراة الكاس السوبر طبعا 48 ساعة أشكركم على المتابعة ونتقبل على كل خير إن شاء الله حلقة الأربع اللي جاية تحياتي لكم